ترجمة نانسي قنقر كل الفكرة من البريوس أن ترى سيارة تتعرف أن تصميمها غريب لكن أعتقد التصميم يجب أن يكون أجمل من هذا تصميم السيارة لا تشعر مناسب للشوارع والخطوط الكبير من أحد الأسباب التي أعتقد أن السيارة لا تتنشر في الخليج وهو تصميم السيارة الخارجي لا تظهر جميل فأنتو خبروني برأيكم من ناحية التصميم الخارجي كاليدي موجود عنكم قياسي إضاءة زنم موجودة كشافات موجودة ببعض الدول يأتي عنكم بعض الفئات يأتي عليها حساسات أمامية يأتي عليها كاميرا مراقبة الطريق يأتي عليها رادار حتى ممكن فهذه المواصفات ليس موجودة عن نسخة المتوفرة عندي حاليا بإطارات يوكوهاما مقاس عنكم 195-65 على مقاس 15 بالنسبة للجنت نفسه وإطارات يوكوهاما ممكن بعض الناس يعجبها التصميم لأن السيارة غريبة نوعاً ما بالشارع خصوصاً مع تصميم أن الزجاج الخلفي شوف كيف جاي قطعتين قطعة كبيرة بعد عنكم التصميم تقريباً مثل جناح بعدين أيضاً قطعة زجاج بريوز آيكونيك أعتقد في فئات اسمها إيكو آيكونيك فئات عديدة بصمة هايبرد عنكم حساسات خلفية موجودة والكاميرا الخلفية موجودة وعلامة تيوتا دائماً عليها اللون الأزرق لتتميز نسخ هايبرد هاي السيارة من الخلف تصميم فقط بدي الآن تشوف الصندوق الخلفي اللي هو أصلاً صار أوسع يعني بالنسبة لسيارة بها الحجم عندها قدرة حمولة أو حجم حمولة 502 لتر أعتقد رقم جداً كبير بالنسبة لحجم سيارة صغير كيف زادت المساحة التخزين أو حجم الحمولة بشكل عام؟ أنه زاد طول السيارة نقلوا البطاريات والمحركات من الصندوق الخلفي إلى أسفل المقاعد الخلفية فعنكم صار مساحة التخزين أفضل لو قارناها بالطراز السابق تقريباً فرق الحجم 50-54 لتر مقارنة بالطراز السابق فحالياً 502 لتر وعننا هون موجودة ستارة لتسكر وتحمي الأغراض الشاشة عملاقة جداً فيها كل شيء تحتاجه مثلاً نافيجيشن شو الموسيقى التي تشغلها تحكم المكيف ترى السيارة بالمسار والسيتنجز مثل نظام قطع العمياء إذا موجود على السيارة وضع لديك وضعه الإعلام لديك أساس الزر موجود في الخلف أدعي معك عمر فعننا نتحكم بشكل مهو ماذا ترى بسرعة فقط ترى السرعة وما كانت بحالياً إيكوة البطارية تشارج وكيف تريغيط قيادة أو أطفى كلياً المحرك البترول الموجود محرك البنزين تمام تمام عندي انا المتور الكهربائي المتور الكهربائي بيعتمد على بطاريات البطاريات 38 وحدة هذا الشيء كويس انا بالمقدمة او قبل شوي قلت لكم انه هذا الشيء بيسهل و برخص الصيانة علي ليش؟ 38 وحدة احسب ما يكون بطارية واحدة كبيرة او بطاريتين او اربع بطاريات 38 وحدة خلاص انا عندي وين في عطل او مشكلة فبطارية معينة طوال انت تبدلها وخلاص اتهى الموضوع بكل بساطة المحركين مع بعض الكهرباء والبنزين بيعطوا قوة تقريبا صافية 121 حصان والعزم تقريبا 143 نيوتن متر كتسارع من صفر رمية سارع تسارع بعشر ثواني ستشوف التسارع الان امامكم والسارع القصة تكون محددة الالكترونية اشتركوا في القناة انتظر موضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل شيء يوجد في عالم السيارات شعرنا واحد العالمية باسم العرب مع عرب جيد هذه الحلقة مختصرة لمشاهدة الحلقة الكاملة اضغط على الرابط في الوصف أسفل الحلقة